تلقى وزير الخارجية سمح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره اليوناني نيكوس ديديادزيس تناول تطورات الوضع في السودان وأهم ملفات التعاون الثرائي بين البلدين وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية سفير أحمد أبو زيد أن الاتصال شهد تأكيد الطرفين على خطورة الوضع الراهن في السودان وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة كما اتفق الجانباني على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً وضرورة عدم التدخل في أي أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة